إبراهيم مصطفى إيه رأيكم؟ رياضة رياضة تمام سؤال بعشرين نقطة ولا بتأتي نقطة؟ عشرين عشرين نقطة لو الإجابة صح ألف أبروك أول ثلاث نقاط لجمعات أسيوت لو الإجابة غلط فرصتكم تجاوبوا وتجاوبوا السؤال الأخير تكسبوا أول ثلاث نقاط وتفجروا مفاجأة من العيار التهيلي رياضة والسؤال هو لاعب إماراتي صاحب أسرع هدف في تاريخ كأس أمم أسيا لكرة القدم حتى عام 2021 فمن هو؟ بعد أربعتاشر سنية عالم أبخوت طوال هدف التاريخي فهمنا هو أنا هدف التاريخي ما عندهش المعلومة ففقدر واحد جاءب هدف ففقدر فعالم أبخوت مش حدر أقول حياتي غيره محمد الشام كانت نفس إيجابتك جامعة أسيوت خطفت المباراة ولكن هم الحقيقة مستعدين عندهم خبرة وعرفوا يتعاملوا مع المباراة بزكاء جامعة سويس هارد لك ولكن لسه الأمل موجود اكتساب الخبرة من المباراة الأولى مهم جدا جدا تمنياتي بالتوفيق لفريق السويس يوسف الصديق السؤال الأخير وتحسمت المباراة لجامعة أسيوت معلومات عامة سؤال بعشين نقطة معلومات عامة والسؤال هو شاعر وعالم فلك فارسي ساهم في تطوير التقويم الهجري الشمسي فمن هو في القرن الحداشر الميلادي التقويم الحديث هو الرسمي لإيران من 1925 يتوافق مع حركة الأرض حول الشمس عكس التقويم الهجري العادي اللي بيعتمد على الأمر عمري خيم يعني السنة دي 1444 هجريا التقويم القمري 1401 التقويم الهجري الشمسي رحمة 20 نقطة إجابة صحيحة ربا رحمة 130 جامعة سويس 160 جامعة أسيوت الفرق سؤال واحد هو سؤال الرياضة اللي جاوب عليه البدري هارد لك فعلاً لجامعة سويس وألف وبروك أول 3 نقاط لجامعة أسيوت أفضل اللعبة في مطش النهاردة عبد الرحمن محمود أهل البدري بكام نقطة يا بدري 60 60 نقطة هاسبهم كله مكتوب فيه اجتماع بعد المطش هنقعد في شوف عملنا إيه ومعملناش إيه ولا ضع ضع ليه مدير فني مدير فني اشتركوا في القناة